الزول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعيدون بلقائكم جميعا إذن كما وعدتكم حاليا يوجد عرض كبير على كرية الفابريكة يسمى عرض الكريس ميس يكون مرة واحدة في السنة فقط ثمنه 47 دولار ويمكنك من الاستفادة طبعا سوف ندعونا ندخل إلى وجهة العرض لكي نعرفه بالضبط عن ماذا نتكلم إذن يمكنك الاستفادة بأكثر من 153 خط وأيضا يمكنك الاستفادة من الذكاء الصناعي بشكل مجاني لمدة سنة طبعا ذكاء الصناعي الخاص بكرياتي الفابريكة التي تم تطويره مؤخرا أصبح قوي جيد دانسو فنرى طبعا بعد قليل بعد نماذج منه لكي تعرف قوته وما مدى إمكانياته وعندنا أيضا Unlimited Access to 8 ملايين Graphics يعني وصول غير محدود لـ 8 ملايين عنصر أكثر طبعا أكثر من 3 ملايين عنصر ليس هذا فقط بل يمكننا أيضا الوصول إلى ما يسمى بالأدات الجديدة الخاصة بكرياتي الفابريكة تسمى Studio طبعا كما ترى معي هي مجانية كنت قد تكلمت عنها في حلقة سابقة ولكن إذا لحظتم معي سوف تجدون أن غالبية الألمنتس موجودة فوقها كلمة GoPro يعني لا يمكننا استعمال هذه العناصر نستعمل فقط عناصر مجانية ولكن عندما تستفيدون أو عندما تأخذون هذا العرض سوف تستطيعون أو سوف يمكنكم من الاستفادة من Studio Creative Fabrica ومن Creative Fabric Spark وأيضا من جميع العناصر أو الألمنتس الخاصة طبعا Creative Fabrica بشكل مجاني لمدة سنة لكي تأخذوا فكرة بالضبط الأشخاص الذين يعملون في الكي دي بي أي شخص يعمل في الكي دي بي ويريد العمل بشكل جدي يعني يريد العمل بشكل جدي على طور السنة فأنا أنصح أو أقترح عليه هذا العرض لأنه محدود مدته محدودة طبعا سوف يتم إغلاق هذا العرض في فترة محددة فبالتالي أنصح أي شخص لاستفادة منه لأنه لن يتكرر طيلة السنة لأن فيه كما تعرفون Creative Fabrica خاصة في أمازون كي دي بي على وجه التحديد يعني الأنتيريورز الموجودة في Creative Fabrica أي أنتيريور تتخيله موجود هنا في Creative Fabrica يعني حتى يمكنك حتى يعني مثلا الكولورينج بوكس إذا كنت توجيد تقص يعني عمل أخذ سكرينات للPDF الموجودة هنا فيمكنك تكوين عدد ما للنهاية من كتب تلوين فقط من خلال Creative Fabrica عن طريق جميع مجموعة من الكتب وكل كتاب تأخذ منه صورة تعدل عليها قليلاً وتستعملها أنت يعني تكوين كتب أو تدمج مجموعة من الصفحات تقوم بإفراغ الكتاب يعني تأخذ عوض الPDF يعني يكون الكتاب مجموعة أنت تقوم بقصه أخذ الصور سكرينات وتقوم بعمل تعديلات طفيفة وتقوم بجمع كتاب جديد وها أنت قد حصلت على كتاب أو كتب جديدة لك يمكنك استعمالها الجاهزة حتى من ناحية اللوكبوكس هنا مثلاً انظر معي قمت بالبحث فقط عن كلمة لوكبوك هذه ككلمة مفتاحية انظر معي الريزولت يعني 30 ألف يعني عدد كبير جداً نفس الشيء لو بحثت مثلاً عن كلورينج بوك أو بوزل أو أي نوع آخر من كتب الأكتيفيت سوف أجد عدد مال نهاية إذن كرياتيب فابريكة صدقاً لمن أراد الاستثمار في أمازون كيديبي يجب عليه ألا يمنع هذا العرض لأن هذا العرض كما قلت محدود عرض قوي جداً الآن دعوني نتكلم كيف نقوم أو كيف نستفيد من هذا العرض أول شيء سوف تجد رابط في صندوق الوصف هذا هو الرابط تذكره جيداً جيت كرياتيب فابريكة سوف تجدونه أولاً في صندوق الوصف مباشرةً بعد الدخول إليه سوف نقوم بفتحه هنا في نافذة إذن سوف نقوم بفتحه هنا إذن انظر معي بمجرد الدخول إليه سوف تظهر لك هذه الواجهة بهذا الشكل أنت سوف تقوم بالضغط هنا على جيت وان يير فور سبعة واربعون دولار إذن تقوم بالدخول انظر معي سوف تجد طبعاً هذا هو الثمن الأصلي يعني باي دفولت سوف تجدون هذا البرومو كود أنتم فقط تدخلون الرابط لكي تحصلوا على البرومو كود إذن انظر 3148 هذا هو قيمته لأنه شامل لكرياتيب فابريكة سبارك Unlimited Access وإذن شامل لكرياتيب ستوديو أو كرياتيب فابريكة ستوديو وإذن شامل لكل الموارد الموجودة على كرياتيب فابريكة يعني وصول غير محدود ليس هناك تقييد فمثلاً هناك عرض معروف وهو ضول عرض طبعاً All Access 100 هذا 829 أو 30 دولار للسنة ولكن الإشكالية فيه أنه محدود هذه الإشكالية فيه أنه محدود عندك فقط من التحميل عكس العرض الذي أنا الآن أشرح لكم الذي هو 847 و40 فهو Unlimited غير محدود المهم طريقة الاشتغال أو الاشتراك التالي كما قلت تتميم تضغط على Processed to Checkout هنا إما تسجل عن طريق الإيميل الذي سوف تسجل به يجب أن يكون حقيقي يعني لا تستعمل الإيميلات مؤقتة إذا إما تضغط على Login with Google أو with Facebook أو ببساطة تقوم بإدخال الإيميل الخاص بك هنا ثم Password طبعا بعد إدخال الإيميل وكلمة Sir سوف يقول لك سوف نرسل لك OTP يعني Code إلى الإيميل الخاص بك لعمل Verification طبعا هنا سوف يصلك الكود هذا هو تقوم بأخذه Copy ثم تقوم بلسقه في هذا المكان Passed ثم تضغط على Register إذن الخطوة التي بعدها هنا تضغط First Name يعني تقوم بإدخال اسمك الشخصي Last Name اسمك الآائلي طبعا تتركها هنا Morocco email يكون موجود من قبل طرق الدفع هنا عندك خيارين يعني ما تدفع عن طريق البيبال أو تدفع عن طريق الكريديت كارت أي إن كانت طبعا مغربية أو أجنبية ليس مهم Physical أو Virtual أيضا ليس مهم إذن تختار ماذا تريد أو بماذا طريقة الدفع التي تريد Method Payment ثم تضغط على دعونا أخطار مثلا كريديت كارت ثم تضغط على Set Up طبعا سوف أقوم بملء المعلومات إذن وتكمل عملية التسجيل عن طريق البيبال أو الدفع عن طريق البيبال الأمر يعني بسيط وسهل الآن دعونا نتكلم قليلا عن ما الموجود في Creative Fabrica وكيف يمكننا الاستفادة من الأقصى حد تمام إذن بمجرد إشراكك في العرض أولا تستفيد كما قلنا من توليد الذكاء أو توليد الصور عن طريق الذكاء الصناعي بشكل مجاني إذن هذه الاستفادة الأولى يعني لمدة سنة كما قلت لكم الدكاء الخاص ب Creative Fabrica الذي يسمى طبعا Creative Fabrica Flow وأيضا هناك Creative Fabrica Spark يعتبر قوي جدا يعني يتم تحسينه بشكل دوري هذا هو القوي أو هذا هو الذي يجعله مميز يعني انظر معي ماذا يمكن توليد من خلاله مجموعة من العناصر يمكنك استعمالها في Print on Demand يمكنك استعمالها في كفريدانسر كديزاينر يعني فيه إمكانيات جيدة جدا تمام هذه النقطة الأولى النقطة الثانية تستفيد من يوتيوب أو عفوا من Creative Fabrica Studio كما طرمائي هذا يشبه Canva من بين عيوبه أنه طبعا مجاني ولكن صراحة النسخة المجانية سيئة جدا النسخة المجانية فيها مجموعة من العناصر يمكنني لقاء الحسابة تجربة 70 أكثر من 70 تماما منها مدفوع فبالتالي محدودا فبالتالي لا أنصح بها بشكل مجاني إلا إذا كنت سوف تشتغل عن طريق العرض الذي شاركتم معكم لهذا اليوم فإنت تستفيد منه بشكل مجاني يعني يكون مضمن داخل العرض هناك في تلك الحالة نعم يمكنك الاستفادة منه باستثناء ذلك يعني فيه خصائص جيدة جدا يمكننا أخذ على سبيل المثال انظر معي فقط تذهب إلى Added New Design ثم تقوم بتحديد يعني طبعا DPA الخاصة بالPlanet on Demand 3300 DPA الكواليتي طبعا تكون مرضى فيها أكثر طبعا الوحدة القياس عندنا الانش هذا جيد جدا يمكننا استعماله في تصميم أغلفات الكتب يعني الأمر الرائع يمكننا إدخال المقاسات التي نريد ثم نضغط على Create New Design كما ترى معي عندنا هنا Spark AI طبعا يكون محدود في النسخة المجانية داخل العرض يكون غير محدود يعني مطلق Graphics كما قلت لكم غالبية وهم مدفوع هذه الإشكالية الموجودة طبعا عندما تقوم بأخذ العرض سوف تستفيد منها بشكل مجاني التكست فيه كما ترى معي في كل يوم يتم إضافة يعني templates جاهزة وإلا سوف تقوم يعني بالتعديل بشكل يداوي elements طبعا نفسها نفس Graphics يعني هناك المجاني هناك المدفوع على حسب كل يوم يتم تطوير هذه الأدات أكثر وأكثر الفوتو طبعا يمكن استيرادها من خلال الحاسوب لو يجد أي إشكال background كذلك كما ترى معي هناك بعضها أو غالبيته في GoPro يعني لا يمكن استعماله بشكل مجاني إلا إذا أخذتم بالعرض في خاصية جميلة جدا ويرباترنز رائعة جدا في تصميم يعني غرفة الكتوب ليس هذا فقط أنا أعتقد أن الشيء الذي يبحث عنه الكثير منكم الكل تقريبا الآن أي شخص يعمل في القديم يعرف أن مسألة A Plus Content ضرورية لأي كتاب خاصة إذا كنت سوف تبيعه عن طريق الإعلانات الممولة فبالتالي من بين أفضل الموارد التي يمكن تحبيل منها الموكابس القابلة للتأديل هي Creative Fabrica أنا هنا قمت بالبحث عن موكاب بوك قمت بالبحث عن هذه الكلمة المفتاحية فوجدت أنه حاليا موجود كما ترمعي 11882 result مع العلم أن هناك يعني أكيد أن هناك موكابس أخرى أنا فقط بحثت في هذه الكلمة المفتاحية الواحدة موكاب بوك تمام إذن أعتقد أن هذا العرض رائع جداً أردت مشاركته معكم كما وعدتكم قبل خمسة أيام من الآن قلت لكم أن عندما ينزل العرض سوف أشاركه معكم وطبعاً هذا العرض رائع جداً أنصح أي شخص يريد العمل بشكل جديد أن ينخرط فيه لكي يستفيد من هذا العرض لأنه محدود كما قلت لكم وإنه تكرارات ثلاث السنة شكراً لكم على المشاهدة أتمنى لكم التوفيق وإلى حلقة قادمة إن شاء الله